ما بين توقعات المواطنين برفع أسعار بيع المحلوقات لشهر تشرين الثاني المقبل وبين أمال المواطنين بأن تتخذ الحكومة قراراً لصالح المواطن بتحمل جزء من الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالمياً حتى لا تنعكس محلياً خاصة مع اقتراب الشتاء يبقى القرار للحكومة حيث من المنتظر صدور القرار يوم السبت المقبل أكيد رح ترتفع رح ترتفع كل ما بقرب الشتاء بترتفع أكيد رح ترتفع فيه شفاء البلد بنزل لازم تنزل عوضع البلد لازم تنزل رح ترتفع ما فيه سبب واضح يعني من الحكومة لرفع البنزين بس كل ما يتداول حالياً أنه فيه رفعة عالمية لأسعار المشتقات النفطية أكيد حتتطلع نعم السبب إنه ارتفاع عالمي هي حتكون رح ترتفع وهي مشكلة يعني الله يصرنا إحنا طلاب الجامعات والذي بنشتغل وحالتنا حالة هلأ هم حكوا إنه رح ترتفع بس أتوقع إذا أثرت الحكومة يعني عن الموضوع إنه ما ترتفع إن شاء الله إنها ما ترتفع يعني لا أتوقع رح ترتفع ودائماً عوجي الشيطة دائماً الله يجزي من الخير برفعه ورفعه معترمه بدي يرفعه وقلت آه ولا لا إذا نفع رفعه وإذا شو ما بدهم يشوي خلص المواطن أكثر من هيك ما عادي يعني التقارير اللي بيقولوها قبل فترة وصار بيحكي إنه رح يصير ارتفاع كبير أتوقع أنا ترتفع ارتفاع يعني مصارش في تاريخ الأردن يعني من فترة لأنه العالمي الخامي برنتر ارتفع طبعاً رح تطلع لأنه حقوا فيها من بداية الشهور يعني أتوقع أنها تظلها ثابتة يعني يعني ما في مجال أنها تزيد كمان يعني إن شاء الله نظل زي ما هي إن شاء الله نظل زي ما هي يعني إحنا زي ما هي ويدوب سارك الأمور أكيد رح يرتفعوا لأنه فيش إشي فيش شغلهم بالمواطن إلا من خلال رفع أسعار النفط كل شهر أو شهر ونص لازم أعملوا له تعديل يعني يعني يزيدوا عليها عما أنه ترجع للمواطن المخافضة يعني ما فيه نهائياً